يمكن أن تكون الحملات وسيلة رائعة للدعوة إلى التغيير الإيجابي وجذب الاهتمام المحلي والدولي لقضايا معينة تهم حقوقنا لكن من الذي يتطلبه الأمر لإنشاء حملة فعالة؟ أولاً، ضع الأشخاص في مركز حملاتك تعد تعبئة قوة الأشخاص عنصراً أساسياً لأي حملة يمكن للأشخاص العاديين مثل المتطوعين أن يكونوا دعاة هامين للتغيير يمكنهم تقديم الدعم والمساهمة في تعزيز مبادراتكم ونشر الكلمة اكتشف كيف مكنت Greenpeace الناس من اتخاذ إجراءات من خلال سرد القصص ثانياً، وضع استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بك تعد الشبكات الاجتماعية فعالة لتوسيع مدى نجاح حملتك يمكنك الانخراط مع مؤيديك وزيادة الوعي بسرعة اشترك في الدورات المجانية لمعرفة كيفية تسخير وسائل الإعلام الاجتماعية لتحقيق أهدافك وجذب انتباه الجمهور ثالثاً، طور حملتك من خلال الوسائط الرقمية من بين وسائل الإعلام الرقمية المتنوعة في سرد القصص يعد البودكاستينغ طريقة مثيرة لجذب جماهير جديدة وإبراز قضايا حقوق الإنسان الهامة المحيطة بحملتك تعرف على المزيد من المعلومات حول البث عبر الإنترنت من خلال التسجيل في دورات صوت المجانية واكتسب نصائح مفيدة حول كيفية إنشاء البودكاست الخاص بك هل أنت مستعد لبدء حملتك؟ هيا لنبدأ ترجمة نانسي قنقر